الكلمة زي ما احنا شايفين متكونة من جزئين بايو و كيمستري البايو هو علم الكائنات الحية يعني كل حاجة بتتاكل في الصين هتقولي طب يا عم انا روحت هناك ولقينا الدب البندا ما بتتاكلش قال البندا كان حي؟ اه كان حي لو جبتلي بقى الدب البندا دي وجينا نزوم على جلدها هتلاقي انه متكون من خلايا طب لو خدنا خلايا منها وشرحت عليها الدب هتحس بحاجة؟ ما علينا من الدب دلوقتي الخلايا دي شغلة طول الوقت بتهد وتبني في عملية اسمها الميتابوليزم المهمة عمليات الهد والبندا دي ايه؟ تفاعلات والتفاعلات دي ايه؟ كيميا بس مش اي كيميا كيميا بتحكمها قواعد ثابتة ما بتتغيرش التفاعلات دي لازم تكون في حدود معينة من الحرارة؟ يعني مش هينفع سخن زي ما كنا بنعمل في الكيميا العدية لازم تكون في حدود معينة من الضغط الجوي لانك بتتكلم في كانات حية على الارض وطبعا الميا الشرياني الحقيقة عرض النهاردة كل التفاعلات بتحصل في اكويس كنديشن يعني في وجود مية واخيرا لازم تحصل في درجة حمدية معينة وإلا الخلية تموت طب دلوقتي فيه كيميا لها معايير خاصة جوا الخلية اللي هي كان حية طرح هيسمه اسم العلم ايه؟ فالبايو كيميستري او الكيميا الحيوية هو علم ابتدى سنة 1833 وسر بدايته هيكون نص دقيقة ابو نص واخر الفيديو طب هو علمه ويحترم ما قلناش حاجة بس انا برضو هتعلم ايه؟ انت هتتعلم حاجتين مين اللي بيتفاعل وازاي بيتفاعل مين بيتفاعل دي سهلة اولالك دلوقتي خلاية البندل اللي احنا واخدنا ولسه مرجعنهاش دي 70% منها مية و30% منها كيميويات ايه هم ال30%؟ متقسمين كالاتي بروتين زي الانزيمات او اي صبغة في جسمك سواء لون العين او البشرة الكاربوهيدرات او النشويات وهي اهم مصدر للطاقة جوا الخلية دهون زي مثلا السلمنبرين الغشاء بتاع الخلية نيوكليك اسيدز زي الدين ايه والارين ايه وعلى فكرة الارين ايه جوا الخلية اكتر من الدين ايه ومعادن وفيتامينات وبعض الغازات السؤال التاني ازاي بيتفاعله دي هنعط فيها الكرس كله طب يلا راجع في خمس سواني عشان ما ننساش ابتدينا قلنا بايو كيمستي كلمة متكونة من جزئين بايو بيولوجيا علم الحياة قلنا الصين قلنا الدبة قلنا الخلية قلنا بتكسر تبني تفاعلات تفاعلات لها اربع زروف حرارة حموضة ميا ضغط جوي سموها 1832 هتدلس فيها ايه ازاي بيتفاعل مين بيتفاعل مين بيتفاعل بروتين كارب ليبيد نيكليك اسيد منرال بيتامين جازز ازاي بيتفاعل هنعرفه طول الكورس ما تنساش تضغط لايك لو الفيديو عجبك ده لايك يوتيوب مش لايك فيس يعني بيبقى مهم القناة وكده نوصل للبونس سيكشن اللي سنة 1832 بعدما فولر عمل نقلة كبيرة في مجال الارجانيك كيمستري تشجع العالم باين واكتشف اول بيوليشك الكاتلست في التاريخ بيكسر السطورش او النشا لسكر اسمه الملتوس وبعد كاف الاخر يوصل لجلوكوز وهنا نوصل لسؤال الحلقة يا ترى الانزايم ده ممكن نستفيد بيه ازاي لا انا مش اجاوبك على طول كده لا افكر فيها الاول وهتلاقي الاجابة موجودة تحت في الدسكريبشن وبكده انا بخلصنا اول حلقة واستنى الحلقة الجاية هنتكلم عن اساسيات البيو كيمستري وإيه اللي المفروض تويعرفه عشان تبقى فاهم الكورس كان معكم رادو اندر بالا من قناة مسافة السكة اشتركوا في القناة